قررت انه افتح مكتب لحالي الحمد لله افتحنا المكتب 2017 وحاليا عندي اكتر من 100 موظف وكنت اقص الويبساء عشان ولا حدا يعرف السورس الله كان عمري خمس سنين اه كنت ااخد هذول احطن بهيك زي زرف بلاستيك بالزبط وكنت ابيعن بالمدرسة بس هلا قبل عشر دقايق قديش كان المبلغ للتشاف اذا بدك تعمل مقابلة بالشغل لازم تبيع حالك انه هني الشركي تقبل انه يشغلوك عندك الحمد لله عندك مال عندك اولاد عندك اهل ماذا تزعل مرحبا جميعا في القرآن في القرآن اليوم رح نعمل اشي جديد رح نعمل اشي بالعربي وضيفنا اليوم الحج ابو ادم كثير الناس بيعرفوه على الانترنت كسي اي او لوير اهلا وسهلا حبيب قلبي جواردان جودا نتكلم اشي برو جودا نتكلم ايضا اذا هل نقوم بعمل انها بالعربي و ماذا يريدك البرنامج او فقرة البرنامج اليوم اسمها استفيد عالفيد حلو فإحنا يعني رح نجرب إشي جديد طبعا يعني أنا بعرف قصتك بس حابين نشرح لللي ما بيعرفك أو ما بيعرفك باللغة العربية يعني أنت إلك صوت بالعالم العربي على السوشيل ميديا ما في أي داوت ما في أي شك أنه عندك صوت يعني واضحة بالذات مع الأمور في الخليج أو في العالم العربي اللي عم بتسير في فلسطين بالذات كثير ناس شفتهم أونلاين بيعملوا ري بوست ري شير إن كان تويتر إن كان ثريد ولا كان إنستغرام من البوستات اللي بتسويهم فحبين ندخل بزيادة نكتشف مين الوجه اللي وراء أو القلب اللي وراء CEO Lawyer حلو يلا تفضل كيف الحال الحمد لله والله يعني هاي أول مرة أعمل بودكاست بالعربي يعني عادي أعملها بالإنجليزي بس كمان نعمل شغل بالإسباني يعني أنا كل شغلي أنا أول شي اسمي علي جمال عوض عايش هنا بأطلنطا أتلانا جورجا ATL 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 We go back Yeah we do man يعني صار لي قدش تنعرفين بعض شي عشر سنين تقريبا تقريبا والحمد لله يعني تخرجت من الجامعة من المدرسة القانون وحاليا عندي أكتر من 100 موظف من محامي وparalegals case managers وإلى آخره والحمد لله يعني يعني بنتخصص بحوادث سيارات يعني إذا أي حدا عنده بتوجه بحادث والحق مش عليه يعني إحنا نعمل منرفع قضية ضد شركة التأمين ونساعدهن إنه يقبضوا على مبلغ يعني لكل التكاليف الدكاترة للpain and suffering كل هذا وهذا شغلي وكمان يعني عندي المكتب لل law firm بس كمان عننا coaching program إنه كمان نعلم المحامي بأمريكا كيف إنه يقدروا يستخدموا الـ social media وكيف إنه يقدروا يفتحوا مكتب ويعني scaling their business يقولوا إنه يعني يستمروا وينجحوا بالشغل كمان هاي القصة بس وهاي القصة بس يعني أنا بتتوقع إنه في قصة أكبر من هيك شو اللي وجهك أساساً أو شو اللي عطاك الشغف أو الباشن إنه تدخل محاما أساساً يعني والله بيني وبينك أنا قررت أن أسير محامي بعد ما شفت أخوي إبراهيم حبيبي إبراهيم يعني هو إبراهيم عندنا علاقة كثير منها معاه الحمد لله يعني هو الكبير بالعائلة يعني هو الأخوي الكبير ويعني من دار عوض يعني بهذا الجيل كله هو الأكبر واحد زي أبوي أكبر واحد بجيل عوض من كل إخواته هلأ كم أخوان عندك أو خوات؟ يعني ثلاث أخوان وأختين وإنتا وين تيجي بينهم؟ أنا الثالث الثالث يعني إجوا أربع أولاد بالأول بعدين بنتين وإنتاعد يعني الوسطاني تقريباً فهم بتعرفوا شو بيحكوا عن الوسطاني مرات شو بقولوا؟ إنه he's under a lot of pressure يعني he's more like he's forgotten yeah the middle child syndrome is you're forgotten شرح لي عن what does it mean to be forgotten يعني أنت مش الكبير ومش الصغير صحيح يعني تعرف إنه الكبير بكون عنده أكتر واحد صور إنه كل يوم كل ساعة كل دقيقة بدل ياخدوا صورة يحطوا على البراد بالمطبخ الصغير بيكون مدلع بيدلعوه على الآخر عشان عارفين رح يكون آخر ولده آخر بنت بس الولاد الوسطانيين يعني middle children حاسس إنه يعني مش إنه أهل بنسوهن ضايعين شوي مش إنه ضايعين بس ما إلن هم زي أو اهتمام زي الولاد الكبار والصغار بس كمان يعني لما أحكي مع أبوي بهذا الموضوع بقول لي إنه أنا كمان ما كان يعني ما كان فيه لزوم إنه يحط عليه كتير جهد نعم إنه خلص عرفت إنه علي خلص يعني بدبر حاله ما لازم أشتغل عليه ما لازم يعني أعلمه كتير خلص هو بدبر حاله وسبحان الله يعني هيك هيك الأمور إنه الأخوات الكبار كانوا يعني حاسس إنه يعني كانوا يشتغلوا أكتر بكتير مني أنا يعني كان المدرسة كتير إيزي هل يعني هل إجت سهل الموضوع إليك لأنك شفت أخوانك الكبار أعتقد أه بس كمان يعني حاسس إنه يعني نعمي من الله إنه كمان يعني ما تعبت كتير بالمدرسة إنه ما كنت لازم أدرس وكنت يعني أنجح وأخذ بدون أي جهد وممكن عشان هيك أبوي قرر إنه ما في داعي إنه يعني يعني يساعدني كتير مثلا بالمدرسية وبالشغل أشياء زي هيك وأنا كمان يعني كنت بدي أورجي أهلي إنه يعني أنا كمان مهم وأنا عندي يعني مستقبل وبقدر أساعدكم كمان مش يعني مع أني أنا صغير بالعمر بس بقدر مثلا أفتح شركي على الإي بي على الكمبيوتر ويعني أبلش أبيع إلكترونيكس وأبلش يعني أساعد أهلي بالبيت هلأ أنا بدي أسمع يعني بدنا شوي نرجع ريترو يلا بدنا نرجع لورا بلشنا في الجديد يلا ورحنا على الميدل تشايد والهاي سكول والكوليج بس بدنا نرجع لوين علي بلش وشو من المشاريع والقصص اللي موجودة عند علي اللي أثرت فيه في الحياة يعني خلن نرجع مثلا للكيندرغارن أو للطفولة طيب وين تربيت بدالتن دالتن في يعني مدينة صغيرة ما في عرب كثير في دالتن ما في وما في أي فلسطينية في شوي يعني مصريين بس يعني بشكل عام يعني معظم الناس مكسيكان وفي يعني أمريكان كتير كمان بس إحنا كنا العائلة الواحدة يعني بس أول عائلة وآخر عائلة بس أنا وولاد عمي بس أكم من فلسطينية على عرب يعني بنقول في شيء تقريبا أربعمائة عائلة بكل المدينة مسلمة بس عائلة واحدة فلسطينية أو عائلة واحدة إنه يعني مثلاً كان عندنا أولاد بعمرنا في كان أكم عائلة فلسطينية بس عندنا شركات ويعني ما عندنا أولاد أو أولاد كبار ويعني ما كنا نعرف هنا كتير منيح بس يعني بالمدرسة خصوصاً ميرل سكول هاي سكول كاليج تواجهت صعوبة ما في أي فلسطينية أكيد عشان يعني أنا ليش تعلمت الإسباني يعني إذا بنعمل هاي المقابلة بالإسباني أهون لي على فكرة عشان تعلمت الإسباني بأميركا وكمان درست بالمكسيك بس العربي بس تعلمته بالبيت بس يعني هيك حكي مع أبوي وأمي يعني عشان هيك يعني اللهجة هيك بتختلف شوي بين فلسطيني سوري لبناني عادي إحنا أنا بأسبر اللهجة كوكتيل لأنه إحنا يعني تربينا في أمريكا وتعلمنا من هون ومن هون ومن هون ومن هون فهي تشكيلة فما عليك من اللهجة أنت إحكي بأريحية يعني الحمد لله يعني تعلمنا كيف نقرأ قرآن يعني تعلمنا التجويد والحمد لله يعني أبوي حط كتير كتير جهد فينا عشان نقدر يعني ساهم في الموضوع يعني نمسك الدين ضل ما سنضل مربطين بالدين وباللغة العربية الحمد لله بس بنفس الوقت ما كان عندنا نفس الأدجيكيشن زي يعني أي حدا عاش مثلا بالبلاد سنة سنتين ثلاثة سنين ويعني يعني عشان هيك بيضلوا فيه فرق مية بالمية أكيد اختلف كتير يعني عشان هيك يعني إحنا فتحنا أكم مشروع أنا وأخواتي يعني بالدولتون تحكي لي عن الكار آديو مثلا خلينا أبلش قبل هيك بالأول إنه يعني لما كان عمري خمس سنين بلشت أنا لاحظت إنه أبوي كان عنده كمبيوتر بالبيت عشان هو مهندس وعشان كان عنده كمبيوتر كمان عنده برينتر بالبيت إنه بتطبع بالألوان وبتعرف بالتسعينات حاسس وين هاي راية بالتسعينات لاحظت إنه يعني هاي بلش الانترنت بلش إنه الناس يحطوا على الياهو بهذاك الأيام ما كان في جوجل لسه لسه بس على الياهو 2006-2005 أنا عم بحكي 95 أوه 1995 والله رجعت وراء يعني رترو على آخر يا زلبي بالتسعينات أول مرة يعني بلشت على الياهو كنت أشوف على الانترنت دراجن بول زي عشان تعرف هذا الرسوم متحركة و بوكيمون وإلى آخره حتى البوكيمون كان بال لسه 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 بس دراجن بول زي بالتسعينات كان عن جد واو يعني الكل كان يحبه ورحت على الدراجن موزي وشوفت مثلا تكتب يعني one of the characters أو شو اسمه جوكو وإلى آخره وبتشوف على الياهو إيميجز بكون بس فيه 3-4 صور وبس عشان كل الانترنت بكل الدنيا بس فيه 3-4 صور من هذا الشخص وأنا شو كنت أعمل كنت أطبع هدول الصور من الانترنت ومن تحد تعرف لما تطبع أي ورقة من الانترنت آخر إشي يعني بالصفح الويبسايت الويبسايت آخر إشي يفتح وكنت أقص الويبسايت عشان ولا حدا يعرف السورس الله كان عمري خمس سنين آه كنت أخذ دولة أحطن بهيك زي زرف بلاستيك بالضبط وكنت أبيعا بالمدرسة شو سوو لك في المدرسة يعني دولارين 3 دولارات هون يعني بقول لن يعني I got the good stuff هذا ATL هصل تعالوا يا ناس هذا كان بالمدرسة رون ستريت سكول يعني بالتسعينات آم وهاي أول مرة تعلمت كيف أبيع وكمان تعلمت كيف أستخدم يعني مخي بشكل أنه ولا حدا تاني كان يعمله يعني ما بعرف الكلمة بالعربي بس كأنه it's arbitrage of knowledge بالضبط أنه أنا كان عندي هذا أنه ولا حدا تاني بعرف من وين عم بجيب هذول الصور ولا حدا كمان بفكر فيها بس أنا عشان لقيت هذل الصورس كنت أقدر أبيع هذول الصور بالمدرسة وهون يعني خمس دولارات هون ثلاث دولارات هون يعني شوي شوي يعني بحرزه هلا هذا لما كان عمري خمس سنين لما بلشت بالميدل سكول كان عمري ثمان سنين هذول أيام كان يو جيو من الرسوم المتحركة بالضبط أنه الكل كان يحقه باي بلايد باي بلايد باي بلايد أنا وزن I was in the يو يو ويو جيو arena ما كنت ألعب بالباي بلايد كتير المهم باليو جيو في خمس كروت اسمن اكزوريا إنه إذا بتلاقي هذول الخمس كروت مع بعض بصير إنه عندك أقوى بكل اللعبي وكان في واحد ولد مكسيكي اسمه متذكره من المدرسة قال لي إذا بتلاقي لي هذول الخمسة مع بعض بشتريهن منك بمئة دولار أنا عمري ثمان سنين بالضبط وأنا بلشنا وكمان شو كنت يعني خشيت بالبيزنس مع أخوي كمان إنه أوكي أنت ساعدني يجيب هذول اتنين أنا بيجيب هذول تلاتي ويخلص بنبيعين مع بعض ومتذكر كأنه كانت مبارح عطاني المئة دولار فتحت هيك يا سلام على البنجامين فرنكلين يا سلام على البنجامين وهيك يعني حطيت المئة دولار بإيدي هيك كمشت إيدي وحطته بجابتي وخليت إيدي بجابتي من الساعة 12 تقريبا للساعة 4 علما وصلت على البيت بالباص وكل يعني أكم دقيقة كنت هيك أحرك أصبيعي شوية أتأكد بالضبط بحياتي ما توقعت إنه هيك أعمل مئة دولار وسبحان الله بس هلأ يعني شو أنا ورجيتك شك بس هلأ من قبل قديش بسم الله ومشاء الله يعني بس هلأ قبل عشر دقايق قديش كان المبلغ لتشك أكثر من بكثير طيب الحمد لله خلص ما بنقول للناس خليهني يعني يعملوا جاسينج ويفولو يتابعوني على سي اي و لوير المهم عشان تعلمت كيف أبيع وكيف أناقش مع الزبايا وكيف أتعرف بهذا يعني الحياة البزنس لما كنت صغير يعني هذا الحكي قبل خمسة وعشرين ثلاثين سنة حاسس إنه هلأ مستحيل إنه واحد يقدر يغلبني بهذا الشوء هلأ أنا لقطت إشي عدتها كذا مرة شو أهمية السكيل في المبيعات يعني إنك تعرف السيل سكيلز في الحياة لأنه واضح إذا أي حدا مش شايف على الإنترنت إنه أستاذ علي عنده سيل سكيلز يعني روح تابع وتابع 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 الإنستغرام واليوتيوب وا 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 وراح تلاحظ كل اللي بنحكي عنه شو أهمية السيل سكيلز في 2024 للشخص اللي حاب يدخل بزنس جديد لسه ما دخل بزنس احتمال لسه في الجامعة في المدرسة احتمال ولد صغير عم بيشوف الفيديو ليش لازم يعرف يبيع كل اللي حياة بيع يعني إذا بدك تتعرف مثلا إذا بدك تتعرف على بنت وتسأل يعني إنه بدك تتجوزها مثلا لازم تبيع حالك نتواجه إنه أنا عندي المستقبل وتأكدوا تماما لأهلة تحكي مع أهلة تأكدوا تماما إنه إذا بتعطوني بنتكم إنه رح تكون بأحسن إيدين وبأحسن حياة إذا بدك تعمل مقابلة بالشغل لازم تبيع حالك إنه هني الشركة تقبل إنه يشغلوك عندن إذا بدك تفتح أي شركة أي بزنس لازم تعرف تبيع على الناس وتعرف بالزبط الكلمي اللي لازم تقولها بوقتها عشان تقدر تخلص البيعة بس في ناس بيحكو لك يعني السيلزمن أو الإمج تبع السيلزمن إنه هي إشي نيجيتف أو سلبية شو رايك عن هذا الموضوع لأنه كثير ناس بيحكو سنيك سيلزمن كار سيلزمن أبصر شو بس يعني أظن التفكير غلط والله تعرف شو بقوله لما الواحد يبلش يعمل كتير مصاري إنه هي المصاري اللي بتخلي الواحد يصير يعني زي الزفت ولا المصاري اللي بتحسن الواحد لا المصاري بس بتكبر الشخص بس إذا أنت عندك قلب نضيف بتكبر القلب نضيف وإذا أنت يعني من أسوأ نوع الناس بهذه الحياة إذا بتعطي واحد يعني شخص عاطل مصاري بيصير أسوأ وأسوأ صحيح يعني نفس الشي بالبيع أنا لحظت لما كنت صغير إنه بقدر أبيع لأي حدا ممكن تقدر تحكي إنه الأعمال وبالنيات أكيد أكيد إنه أعمال وبالنيات وبس اللي أنا لاحظت إنه عشان الله أعطاني هذا النعمي إنه أقدر أبيع وأناقش مع الناس إنه لازم أستعمل هذا لأساعد الناس مش لأوجه وعشان هيك يعني لما قررت إنه أروح الجامعة وأدرس القانون قررت إنه بس بدي أعمل شغل ضد الشركات التأمين عشان هذول الشركات اللي عم بدمروا أميركا هن اللي عم بعصروا كل الناس وبأخذوا كل المصاري منن وإحنا اللي عم نحاول يعني نوقف مع الناس الموجوعين لعنن حوادث اللي بيصار بيصير معاه المشاكل بالشغل إنه نساعدهن ضده للشركات ما بأبل إنه أعمل هذا الشغل مثلا للإميغريشن مثلا هذا الواحد يعني واحد جاي مثلا من فلسطين ومن سوريا من أي بلد ويعني بدك تأخذ منه خمسة تلاف دولار عشان تعملوا اللوراء ما بصير يعني أنا ما بحب هذا الشغل بفضل إنه إذا بدي أعمل أي بيع إنه أعملها لأساعد الناس مش عشان يعني أوجه هلأ معروف إنه سي او لوير أو علي عواد عوض عشان هيك على فكرة علي من أعلى أنا محطوط على البودكاست هذا لأنه نوضح الموضوع هي عوض مش عواد عوض بالزبط عشان هيك علي من أعلى نوع من أعلى مستوى وعوض إنه الله بعوض يعني الحمد لله هذا أحسن اسم لل Personal Injury Lawyer هلأ أنت بتساعد الناس لما هم بيكونوا في position في منطقة في حياتهم هم بيكونوا مؤلمين احكي لي عن وقت علي كان في مرحلة في حياته إنه عم بيمرق عن كثير الصعبيات وشو اللي خلاك تطلع من هاي الماينسيت أو تطلع من هاي البين يعني مبارح مبارح سبحان الله مبارح لحظت إنه يعني عملت أكم غلطة بالشغل يعني بتكلف أكمية ألف دولار يعني هيك نرفزت شوي وعن بحكي مع مارتي وعن بقول لي يعني يعني أنا هلأ عندي كل هذا الخبرة وكل هذا يعني احطت كل هذا الجهد بالشغل وأنا أغلط هيك ويعني بلشت أسب وأزعل وكل إشي وبعدين سبحان الله فتحت الإنستغرام وشفت إخوان إخواتنا في فلسطين عم بدمروا أهلين عم بدمروا بيوتين ما عندن أكل ما عندن شرب ويعني سبحان الله تذكرت بسرعة إنه أي مشكلة عنا هنا بأمريكا ولا إيشي إحنا ما بصير كمان إنه نزعل هون إذا عندك حياة وعندك نعمة الدين وعندك أهلك هون أنت غني المال والبنون زينة الحياة الدنيا الحمد لله عندك مال عندك أولاد عندك أهل ليش تزعل بس كثير ناس بيحكوا أنا بدي أروح على أمريكا عشان أعمل حالي عشان أسوي وبعد فيه مستقبل أكيد بعد فيه مستقبل بس كمان بتعرف ليش بعد فيه مستقبل وأشتري لامبورجيني وأشتري أبصر شو فيه لامبورجيني وفيه كل إشي بس يعني الحلو بأمريكا إنه بعد فيه مستقبل إنه واحد بدر يجي هون ويروح ويشتغل بأي مطعم بتفعولك خمسة عشر دولار تمنتعشر دولار عشرين دولار عالساعة كمان بتروح للمحطة بنزين بتفعولك يعني أي حدا بيجي على أمريكا وبدو يشتغل والمهم مش إنه بس يشتغل ثلاثين أربعين ساعة بالإسبوع والخلص لازم أروح وأعمل نتفلكس وشيل روح يشتغل سبعين ثمانين تسعين ساعة سنتين ثلاث سنين وشوف كيف تستمر شوف كيف شو بتحكي عن الشخص اللي حاب يحط رجل عرجل ويعمل خمسة عشرين دولار بالساعة وما بدي يشتغل وبعدين بيشتكي إنه فيش وظايف أنا ما بحكي مع هذول الناس شكرا يعني ما بعرف I can't relate على فكرة كل هذول اللي كانوا بحياتي من زمان ببطل أحكي مع أحين I can't relate إحنا ما بنحكي نفس اللغة إذا واحد ما عنده شخصيا إنه ما بده هيك يستمر بالحياة and I can't relate to you حتى كل العمال عندي الحمد لله عند أكثر من 100 موظف أنا بدي إياهن كمان ينجحوا بالشغل وبالحياة وكل إشي والحمد لله أغلبية المحامية اللي عندي كمان كل المسلمين وعشان هيك كمان يعني بقول لهم إذا بصير صلاة وقت الجمعة ما بدك تكونوا بالشغل بصلاة الجمعة بوقت الجمعة روحوا صلوا أي صلات الفجر اليوم صلات العشاء خلينا نشوف يعني نساعد بعض كمان في الدين وكمان بالشغل ويعني مش إنه كل العمال مسلمين بس من نفس الوقت بدي الناس يعني يحسوا إنه في الله وإنه في يعني مش بس يعني مش الشغل بس المهم ومش الواحد بس يرتاح يعني لازم واحد يحط جهد بأميركا كمان وبأي بلد لازم تحط جهد بس الهدفة هنا إنه في مستقبل بعد في مستقبل ومش أحسن مستقبل بالدنيا ومش السهل زي ما كان قبل 30-40 سنة على فكرة هلأ صار أصعب بالضبط بس هلأ أصعب بس بنفس الوقت هلأ عنا الانترنت هلأ بتقدر تعمل أكم فيديو على تيك توك وإنستغرام وتبدع يعني مين كان يتخيل إنه واحد ولد عمره 11-10 سنة هداك اللي بعمل توي ريفيوز بعمل 20-30 مليون دولار بالسنة هلأ أنا بصراحة ما كنت أتخيل لما أنا وياك وشخص ثالث بنعرفه كنا قاعدين بهاي الغرفة ب2017 إنه رح يجي يوم إنه نعمل المقابلة هاي وبالعربي سبحان الله فيعني الزمن دايما time tells a lot يا الحمد لله الحمد لله بس يعني المهم أنا كنت بدي أقول لك إنه بلشت هيك بالخبرة بالبيع لما كنت صغير ولاحظت إنه بأي شغل المهم مهم تلاقي شغل إنه في مستقبل كبير إنه زي إحنا بقول income ceiling إنه إذا بتخش مثلا بالreal estate مثلا إذا بدك تبيع بيوت بيع apartments بيع كل هذا في very high income ceiling يعني إذا واحد بيشتغل 80-90 ساعة بالأسبوع لفترة طويلة سنتين ثلاث سنين أربعة سنين أكيد بيبدع يعني مستحيل إنه تفشل هلأ بنفس الوقت إذا بتحط كل جهدك بأي شغل أو بيزنس ما بستاهل فهمت علي يعني it's not worth it بس أنت أنت you created something that's worth it لأنه حطيت وجهك قدام براند وشو اللي خلاك إنه ما تخاف تطلع على السوشيال ميديا ومش بس تبيع حالك تحكي للعالم عن كل إشي أنت بتحبه يعني في كثير ناس خايفين يكونوا قدام الكاميرا ليش أنت ما كنتش خايف تطلع قدام الكاميرا والله أنا هلأ يعني حاليا حاسس إنه لأنه هاي بغض النظر عن شو ما أي حدا بيحكي فتحت لك فرص أكيد بالزبط أكيد الرزق كله من الله السوشيال ميديا بس إذا أنت ما روحت على السوشيال ميديا كان احتمال أنت مش بنفس المكان اليوم أكيد ونفس الوقت يعني الناس الساعدوني إنه أوصل لهاي المرحلة شو إنه بدي أنساهن هلأ أنا فلسطيني أمي من غزة فكر إنه هلأ بدي أنا أخاف إنه أحط فيديوز على السوشيال ميديا تعرف يعني بقدر أشوف الانسايت أكتر من خمسين ألف واحد بطل يتابعني بآخر ثلاثة شهور بس عشان أنا بحط كل هذا الأشياء على السوشيال ميديا طيب فكرني أخاف الرزق من الله يعني ليش خايفين هاي على فكرة المشكلة بالأمة إنه المسلمين بشكل عام خايفين خايفين من شو إحنا 2 مليار واحد بالدنيا وإحنا خايفين شو هذا إحنا بس خايفين عشان بنفكر إنه إحنا مش قويين وعلى فكرة كل الناس بيعرفون إحنا قويين إلا إحنا طيب سبحان الله بدي أدخلك في فقرة جديدة تفضل على استفيد وفيد على الفيد تمام هيني اللي أخبطلك إياها رح أورجيك ثلاث صور من التايم لاين تبعك أوكي على السوشيل ميديا أوه وبننشوف الرياكشن أو شو الكومنت أول شي بديك تشرح للجمهور شو هي الصورة وبعدين تشرح شو خلتك تحس من الصورة هاي تمام لأنه أنا شلت الكابشن فأنت لازم تشرح الكابشن بدون ما تشوف شي أوكي أوكي هذا الفقرة اسمها اتطلع وشوف أوكي اتطلع وشوف تمام شو في ميديا أول إشي صورة بدون ما ندخل على البالاتيكس ولا في الريليجين كثير هاي الصورة أنت أنا منزلها فيديو فإشرح عن هاي الصورة شوي أو شو هي الصورة وشو يعني بتقدر تورج الجمهور طيب هذا بس يعني فيديو حطيته على السوشيل ميديا عشان في ناس بفكروا أنه المسلمين بيكره هو سيدنا عيسى هو نبي زي أي نبي بس عيسى عليه السلام يعني للمسيحي باعتبروك أنه الله استغفر الله إحنا بس نعتبره كنبي وهذا يعني الميجر ديفرنس على فكرة يعني بتروح بتشوف كل الإصص بالقرآن وبالإنجيل وبالطورة يعني كل يعني يعني ما في كتير اختلاف هو أكبر اختلاف بين يعني كيف إحنا منعتبر سيدنا عيسى بن السلام و أنا ما بعرف يعني حسيت أنه يعني فكرة منيحة أنه عرف الناس أنه هاي هاي إحنا يعني كمسلمين إحنا كمان منحب سيدنا عيسى بس ما منعتبروك أنه الله استغفر الله و ما بعرف يعني كمان يمكن جدا أنا شفت الفيديو وبنصح أي واحد ينزل على الإنستغرام رح يشوف الفيديو أو الكابشن اللي بنحكي عنها ويتطلع ويشوف ويعطي رايو ممكن جدا كمان أنه بس عندي واحد هيك مصور أنه هو يسألني هلأ كيف أنتوا بتعتبروا عيسى عليه السلام ويتطلعت الفكرة يعني أنا عشان هيك بحب أنه بقول أنا ما بشغل الشاطرين لا أقول لن شو يعملوا أنا بشغل الشاطرين عشان يقولوا لي أنا شو أعمل وعشان هيك زي عندك واحد مصور فيديوغرفر شاطر يعني بطلعو لك السؤال ممتاز عشان كل الناس يحسوا أن أوه هذا الجواب اللي بدنا على السوشل ميديا وهيك اللي صار الصورة هاي شوية برسنل أوكي بس حاب أشوف وين مخك اليوم هذا أكيد من يمكن قبل يمكن السن الماضي صحيح يا يعني قبل خمس سنين لا 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 قبل سنتين يمكن هاي صورة أخدناها كل سنة عنا حفلي بالشركي ما بعرفس هذا السنة الماضية أو قبل سنتين بس هلأ المرتي بتكون بالشركة يعني هي ساعدتني أنه أعمر الشركي في كثير ناس على فكرة بيحكوا بالذات في المنشتعم العربي أنه لا وعيب وممنوع وتشتغل ومرتك تشتغل معك وهي شو رايك عن هذا الموضوع لأنه أنا من النوع اللي فعليا فعليا بآمن في قوة الجيزة أكيد يعني لكم دينكم هل هذا يعني قوة الجيزة في البيت أوكي بس شو رايك عن قوة الجيزة في الشغل هلأ بقول لك شو إذا يعني إذا مرتك ما بدا تشتغل وما بدا تساعدك بالشغل وبده بس تضل بالبيت وتساعد يعني تضل بالبيت وتساعد الولاد وتربيهن هذا أهم شغل أنه بقدروا يعملوا بهذه الحياة أنه يربوا ولادك بس إذا هني بدي يشتغلوا معك يساعدوك بالشغل لو أنت قلت أنه يعني مثلا إذا نقدر نساعد بعض يعني نقدر هيك يعني نستمر ونعيش حياة أحسن وهني كمان بدي نشتغلوا معك ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ يعني أنا بفكر أنه فكرة مليحة يعني إن شاء الله تستفيدوا من هاي الفقرة في لسه صورة بس يعني أهم إشي يمكن حكيتها اليوم ليش لا؟ ليش لا؟ وليش مش أنا يعني وليش مش أنا؟ ليش لا؟ يعني طب إذا ما شايف أي حدا مثلا بأمريكا أو بالمدينة أو بالبلد اللي أنت عايش فيها ولا حدا يعني عم بيشتغل مع مرته وهيك بيكون مش خايف أنه يحط الدين واللغة والإسلام وحياته على السوشيال ميديا وأنه يورجي الناس أنه تقدر تستفيد وبتقدر تستمر بهذا الحياة هون بدون ما تكون زي كل باقي الناس ما لازم يعني أنا بستحي لما أشوف واحد مسلم وحطت يعني شجرة يعني كرسمس ببيته بس تحي طب ليش يا زلمية إحنا مسلمين هلا إحنا أنا أنا من أو خلن نحكي لازم نحترم أرائي كل حدا يعني إحنا في بلد بس في دين يعني في دين كمان يعني أنا بالدين وفي أثك في هذا صراط المستقيم يعني مثلا إحنا النسوان بعرفه أنه لازم يلبسوا الإشارب بس زي ما حكيت بس بنفس الوقت إذا المرة ما بدأت تلبس الإشارب هي لازم تعرف أنه هذا غلط بالدين بنفس الوقت أنه هي العلاقتها مع الله مش أنا أنا يعني ما خصني بنفس الوقت إحنا بنعرف أنه في أشياء أكيد الله قالنا ما منقدر نعملهن كل المسلمين بيعرفوا أنه ما بقلوا خنزير وأنه ما لازم تسكر وما لازم نعمل هيك بس بفكروا أنه أوكي كل إشي مسموح إلا الخنزير لا هذا مش دين هذا صار يعني صار يعني باقي الناس يعني استغفر الله إحنا عنا هاي الإسلام نعمي وخصوصا بلد مش إسلامية يعني أصعب أصعب لا مش أصعب لا مش أصعب هي أصعب البلاد العربية صاروا زي الزفت أصعب البلاد العربية عشان أنا لما أروح بأي بلد عربية بتروح بتشوف أنه بتقدر تسمع الأدان بصلاة الفجر وكل واحد داين ببيته ما بد لأنه سهل عليهم صار سهل صار سهل بس بتلاقي أنه المسلمين هنا بتدينين أكتر من المسلمين البلاد العربية وبلاد الإسلامية هاي عجب يعني عشان هنا إحنا يعني كأنه جعانين بدنا هذا بدنا بدنا هذا هناك عندنا كل شيء مش موجود لو لما تكون الإشي بكثرة بتبطل تحبها يعني النناس بفكروا أنه لما تيجي على أمريك بصير حياة أصعب أنه تروح للمسجد وتلاقي صحاب مسلمين بس صدقني فيه كتير وإذا ما فيه ليش مش أنا ليش أنا ما أبلش الكميونيتي ليش أنا ما يعني أحط أجيب الناس ونحطن مع بعض ونفتح مسجد مع بعض وكل هذا يعني فيه كتير مستقبل الحمد لله الحمد لله هلأ مشوارك كان طويل وانت وصلت في مرحلة في حياتك اللي وصلت لهذه الصورة كانت تقريبا الأسبوع اللي فات آه هذا جديدي هذا جديدي جديدي هلأ أنا متأكد انت مركت عن كتير وسمعنا شوي اليوم عن الأشياء اللي مركت عنها بس يعني شو أخذت عشان تشوف الضو يعني like they say you went through the fire to get to the light at the end of the tunnel وهي مش the end of the tunnel على فكرة أنت you end one tunnel another tunnel is starting يعني you might be 30 40 50 صح ولا لا هاي إنجاز وين أكثر إشي تعبت في حياتك لتوصل لهاي الإنجاز يعني وين أكثر إذا فيه إشي فعليا إذا تعبت منها يعني تعبت وغفت بدي أجاوب بس يعني مش زي ما أنت بتفكر هلأ where's your pain where's your pain I'll tell you الشاطر عنده حياة أصعب عشان كل حياته ما لازم يحط جهد وبنجح كل الناس اللي حواليك بتعلموا كيف يحطوا جهد كتير بالمدرسة بالشغل بالحياة بالبيت كل إشي أنت الحياة سهل هلأ إذا الله عطاك هذا الفرصة وكمان أكيد أنت بتعرف ناس يعني بتعرف عليهم بتقول ما شاء الله هذا شاطر أصعب شي للشاطر أنه يحط جهد أكتر أصعب شي هلأ الغبي عنده بلان بنجح الشاطر ما عنده بلان ما بنجح يعني أصعب شي أنه أغير تفكيري أنه أنا مش شاطر أنا زي 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 الكل وإذا بحط نفس الجهد زي الناس اللي عم بيشتغلوا كتير كل يوم هيك بننجح ومعنى وآخر يعني لازم تحط هيك الإيغو to the side أنه تسمح لحالك أنه تروح تتعلم من أي حدا أنا يعني أنا بقدر أحكي واحد من المشاكل الرئيسية في المجتمع العربي أنهم ما بدهم يسمعوا لحدا أو ما بيأخذوا أراي حدا وعشان هيك ما بنحب نشتغل مع بعض يعني تعرف في كتير زباين عرب بيجبوا لا لا لازم أحكي معك أنت المحام وانت بتلفوني على الموبايل وبحكوا معاي كل يوم طب أنا ليش بشغل محامية وناس يشتغلوا عندي عشان يعني يساعدوني هلأ مثلا أنت بدك تروح تعمل عملية أول شي إذا بدك تعمل عملية قلب راح تحاول تلاقي أرخص دكتور بالدنيا ولا أحسن دكتور حسب لا يعني إذا أرخص دكتور يعني حسب من الشخص اللي بدور بس أنت أنت مثلا بدك تروح تلحها و تلاقي أحسن دكتور ومعظم الناس هيك بفكروا أنا شخصيا بلاقي محامي مني عشان يحلل المشكلة وبسمع له بس عم بقولك الناس يعني لما يروح الدكتور وبدن يعملوا مثلا عملية قلب أول شي لما يفوتوا على مكتب الدكتور مع مين راح يحكوا؟ مع الريسابشنست ما راح يحكوا مع الدكتور لما الريسابشنست تاخد كل التفاصيل بعدين مع مين راح يحكوا؟ مع النيرس النيرس تاخدهن على الأوضاء عشان تاخد كل التفاصيل بعدين مع مين راح يحكوا؟ مع الترياج نيرس بحكوا مع أربع خمس أشخاص قبل ما يوصل للدكتور الدكتور شو بيجي؟ بيجي بيحكي معهن دقيقة دي قتام وقول أوكي بنعملك العملية بفوت بقص بقص أوكي وبيجيب دكتور تاني ليخلص الشغل وهو بروح هلا أنا هيك شغلي إنه أنا عندي كل هدول المحامية والباراليكوز والعمال بساعدوني وكل هذا الشغل عشان أنا زي الجراح بس جراح للحواد السيارات وما بجوز إنه أنا أحط يعني جهدي مثلا بشغل واحد بقبود 15 ساعة 20 دولار على الساعة بقدر يعملها يعني أنا ما بقدر أساعد كتير ناس إذا أنت ما بتخليني وهذه المشكلة بالعرب بشكل عام إنه ما عارفين إنه لما توصل على أمريكا إنه النظام هنا باختلف المحامية هنا يعني لازم يشتغلوا كتير 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 هلا بيجي النقطة كيف تحول هاي البين إلى الباور أو إلى قوتك عشان تطلع في الناجح المهم إنه مش كل العرب هيك وهذا هاي مشكلة بالجيل الأديم الجيل الأبنى بالضبط بس الجيل الجديد الشباب العمر 20-30 ما بفكروا هيك عشان صاروا يعني اتعلموا النظام بأمريكا وعشان هيك أنا بحاول أساعد كتير من المسلمين وكتير من العرب وكمان هيك عشان هيك بدنا نعمل مسلم ماسترمان بشهر ستي إن شاء الله هاي تم الموضوع إن شاء الله إن شاء الله ويا يعني بدنا يعني زي ما قلنا إذا ما فيه إذا ما فيه إذا ما فيه أي حدا إنه يعني هو يعني he's the leader of the pack then why not you هلا سمعتوها أول شي اليوم وإن شاء الله راح نكمل أكثر من فقرة مع علي عوض CEO Lawyer بتمنى بتمنى إنكوا استفدتوا على الفيد اليوم شو آخر إشي حاب تخليه مع ضيوفنا لأنه اللي معنا للحين لازم نكرمه بإشي زي ألماس ليش؟ لأنه عطانا وقته وصل الأخير هلا بده ياخذ يعني الزبدة زينا آخر شي بده أقول إنه الدين نعمي وإذا بدك تتذكر النعمة لعندك بس شوف الأولاد الصغار الأطفال بفلسطين شو عم بيصير فيهم كلنا عندن نفس يعني الطموح والشطارة وعندن كل إشي بس ما عندن مستقبل وإذا أنت عندك مستقبل هنا بأمريكا وبأوروبا بأي بلد لازم لازم بالأول تمسك الدين تفيق على الفجر تصلي تعبط ربك توكل على الله علي thank you فرصة سعيدة يا جوردن فرصة سعيدة هاي أول فقرة بالعربي جوردن بالعربي ونتشرف فيك علي لسه ما بيعرف بس إحنا رح نستعمل الفيديوهات هاي إنه نتفق مع بعض على توجه معين نساعد الأطفال في غزة بالذات في الميدكل إن شاء الله يعني بدنا نختار أكمن قصة إن شاء الله من أسوأ الحالات في الأطفال هاي جديدة عليك ورح نستعمل الفيديوهات هاي in support of a mission إن شاء الله a medical mission to help some of the toughest cases إن شاء الله على الأشهر الجاية والإفنت اللي بيحكي عنه علي يمكن أول مرة أول مرة أول مرة يعمل announcement على الشوهاي فstay tuned في فقرات جاية ورح نعمل style جديد علي thank you thank you bro see you in the next episode now in English now in English يلا ترجمة نانسي قنقر